نروح للدرس التاني رجالة في الباب التاني طلب التاني سنوي وهو الدلة القصية وقت ابراطة. نفرش الفرشة وبعدين نروح نحلم المؤسس زي ما احنا متعودين. تمانين مشروحة. ثم اثرت الاختيار من متعدد وايه اثرت المهرأة. اول حاجة خالص. الشكل العام للدلة. الدلة عشان اقدر اقول عليها هي دلة قصية لازم تكون في شكل سابت مرفوع قص متغير. يعني مسلا مسلا دلة سين تساوي الف قص سين. فدي اسمها دلة قصية. الاساس بتاعها اسمه الف والاساس ثابت. والقص بتاعها سين ده اسمه قصها. وده اساسها. يعني دي دل اساسها الف وقصها سين. مع مرعات ان الالف ده لازم بينتمي لحاها الموجبة فرق الواحد. يعني الالف لازم يكون حقيقي موجب ما ينفعش بقى سالف. وما ينفعش يكون بواحد لانه لو بواحد ما وقتش دلة قصية. بقى الدلة سين بتساوي واحد قص سين يعني واحد بقى الدلة سبتة. فبالتالي ما ينفعش. الاف يساوي واحد لانها بقت بالمنظر ده. هتكون دلة سبتة. واحنا مش عايزين كده. خلاص? فيبقى تاني ملخص الكلام ان الدلة القصية بتكون في شكل سابت قص دلة. سابت قص متغير. السابت ده لازم يكون حقيقي موجب ينتمي للصفر. خد بالك من الشروط. ها? حقيقي موجب فرق الواحد. ما ينفعش يكون بواحد وما ينفعش يكون سابت. طيب فرق بقى ما بين الدلة الجبرية. والدلة القصية. الدلة الجبرية باش مهندس هي دلة. الاساس بتاعها هو المتغير. يعني هنا المتغير في الاساس. انما القصية المتغير في القصة. يعني ازا عرضنا عليك مجموعة دوال وصنفناهم الى دوال جبرية ولا قصية. مثلا الدلة دي. دي قصية. وتلاتة قص اتنين سين نقص واحد قصية. لان القص فيه متغير سابت قص دلة. ونص قص سين تربيع زياد اتنين قصية. انما طبعا هنا قصية اساسها اتنين والقص سين. اساسها تلاتة والقص سين نقص واحد. ولا اتنين سين نقص واحد. اساسها نص والقص سين تربيع زياد اتنين. انما الدلة سين تربيع زياد اتنين دي دلة جبرية. ليست قصية. لان القص نفوش دل. واحد قص سين ليست قصية. وانما دلة سابتة. خلاص? لان احنا عارفين ان الاساس ما ينفعش يكون واحد. سالب اتنين قسسين. ليست قسين. لان الاساس بتاعها ما ينفعش يكون عدد سالب. تاكده رقم واحد. رقم اتنين النقطة التانية اللي حابين نتكلم عنها المنحنة الخاص بالدلة القسية. ندرس بقى المنحنة بتاعها. وخواصه وخلافه. بص يا سين. احنا ملتفقين ان دلة سين بتساوي الف قسسين. حيثو. الف ينتمي لحاه الموجبة فرق الواحد. ازا كان الالف اكبر من الواحد. او كان الالف ما بين صفر واحد. ازا كان الالف اكبر من الواحد فبتسمى دلة نمو السين. او بيسموها دلة نماء. ازا كان الالف ما بين صفر واحد فبنسميها دل التضاقل. ليه? لان لو كان الالف اكبر من الواحد من حناها بترسم كده حبيبي. فالدلة هنا ما شاء الله الله ومبارك شغالها بتزيد اللي نور. ده منطقي جدا. لانك لو عوضت مثلا عن سين هنا بصفر. فتطلع الصات بتساوي الف قس صفر اللي هو واحد. لو عوضت عن سين بواحد اعتبر ان الالف ده بتنين تبقى تنين قس واحد اتنين. بتنين تبقى تنين وص اتنين اربعة. اتنين وص دات تمانية. شغالها بتزيد بشكل مش طبيعي. وبتمر هنا او بتقطع محور الصادات هنا عند النقطة صفر وواحد. طب لو كان الالف واحد ما بين صفر وواحد فبتبقى دل التضاقل شكلها عامل كده. بتتناقص. يعني لو قلنا مثلا ان هنا نص قس سين. فلما نعوض عن سين بصفر. تديني نص الصفر بواحد. مرعوض عن سين بواحد تديني نص قس واحد بنص. ربا. تم وهكذا شغالها بتقل. فهنا ده منحنت دل القسي بتاعتي. هللاحظ ان هنا هي تزايدية على مجالها ها. وهللاحظ هنا ان هي تناقصية على مجالها اللي هو ها. عشان كده بيسموها دل التنمو وهنا بيسموها دل التضاقل قصي. او دل التضاقل قصي. خلاص هنا فيه تزايد مستمر وهنا فيه تناقص مستمر. لاحظ بقى. ان هذه الدلة مجالها هيساوي حا. يعني مجالها هو حا. صح? من سالب ملن هالملن هيشغال اي قيمة لسين شغال. طب مدى هذه الدلة? مدى الدلة دي يعني قيمها عصادات مش هتبقى حا. هتبقى من صفر ما فتوخوا بالك يا ما بتلبس محور السينات خالص ها? من صفر مفتوح الى مالة نهاية. ده المدى بتاعها سواء كانت دل التنمو او دل التضاقل. المدى بتاعها يعني قيمها عصادات. اقل قيمة لها عصاد هي صفر مش صفر. اللي قبل الصفر عطول او اللي بعد الصفر عطول. عشان كده فتحنا عن الصفر. يبقى مدى حاها المجد. عارف الكلام ده معناه يا هنسا? معناه ان القص ممكن يكون اي حاجة. لان انت القص هو اللي بيحدد المجال. القص هو اللي فيه سين والمجال بيجيب لي قيم سين. المجال بيجيب لي قيم سين. فسين تنتمي الحا. يعني القص يبقى اي حاجة موجب او سالب او صفر مش فرقة. انما انما الاساس او اسف الناتج من الدلة القصية. لازم يكون موجب. وده واضح من المدى بتاعه. الناتج منها. لما ارفع عدد لقص لازم يكون الناتج موجب. وده قلناه في الفيديو اللي فات. طيب. من ضمن خاص هزي الدلة انها دلة اوحادية. لان سيادتك لو رسمت فكرة الدلة الوحادية اي خط افقي هتلاقيه بيقطع المنحنة بتاعها في نقطة واحدة على اقصى تقدير. اهو. اهو. فهي دلة اوحادية. تمام? وطبعا منحناها يمر بالنقطة. صفر واحد. ده كده الخاص. مشي? وشوفنا التزاد والتناقص وخلافه. طيب. من ضمن الملاحزات. عشان ما نساش حاجة بس انا كتب النقاط الاساسية. ان اول ملحوظة عندي ان اول حاجة خالص احنا متفقين تذكر يعني. ان لو انا عندي دلة سالب سين. او لو انا عندي دلة سين. لو انا عملت دلة سالب سين. او سالب دلة سين. او سالب دلة سالب سين. دي بتباهية هي رسمة الدلة الاساسية بالانعكاس في محور صوت. يعني ازا ضربت السين نفسها في سالب. طب سالب دلة سين بتبقى بالانعكاس في محور سين. ده قلناه في اخر او الحصة قبل الاخيرة في الباب الاول بتاع اه العملات الهندسية او التحريرات الهندسية منحنات الدول الاساسية. ده بيبقى بالانعكاس في نقطة الاساس. طيب. وبنام عليه. لو مسكت منحنة دلة دلة سين تساوي الف قس سين. ومنحنة دلة ره سين تساوي الف قس سالب سين. فالمنحنة ده هو هو ده. بس انا ضارب السين في سالب. اخب بالك. يبقى ده. هو هو ده. يعني الف قس سالب سين. هو الف قس سين. بالانعكاس انت غيرت السين. ضربت السين في سالب. يبقى بالانعكاس في محور صوت. فبالتالي لما نيجي نرسل. ادي الف قس سين. طبعا نحن نتكلم لو الف كان مثلا اكبر من الواحد. الف اسسالبسين هي صورة المنحنة ده بالانعكاس في الصدات. يعني الصادي بقى مراية للمنحنة. فالجزء ده يجي هنا هو. والجزء ده يجي هنا هو. دي كده رسمة الف اسسالبسين طبعا لو ايه? لو الف اكبر من الواحد عشان تبقى دلة نموة. تمام? النقطة التانية. الملحوظة التانية هلاحظ. ان لو كان عندي الف اكبر من الواحد فساعتها بص. كل مسين بتقرب نهايات بقى شغل النهايات بقى والتفاضل اللي شرحناه في الاول خالص. ان كل مسين قربت من مالا نهاية كل مقيمة الدلة قربت من مالا نهاية. ان الف اسسين تقترب من مالا نهاية كل مسين اقتربت من مالا نهاية. ده لو كان الف موجب. وان برضو لو الف كان اكبر من الواحد اسف. وان لو كان الف اكبر من الواحد كل ما سين قربت من سالب مالا نهاية كل ما قيمة تدلع الصادات قربت من صفر وتقدر تعكس الموضوع لو كنا بنتكلم على تدل التضاقل فساعتها لما سين تقرب من مالا نهاية الف اسسين تقترب من الصفر ولما سين تقترب من سالب مالا نهاية الدلة بتقترب من موجب مالا نهاية بس دي كده هي فرشة الدرس ودراسة الدلة القصية دراسة جيدة اهم النقاط ان الاساس لازم يكون حقيقي موجب فرق الواحد وان الدلة القصية شكلها العام ثابت قص دلة خلاص وان الدلة دي مجالها بيبقى ها ومداها ها الموجبة ومنحناها بيمر بصفر وواحد وهي دلة احادية وبتترسم فوق في الجزء الموجب من محور الصادات يعني بتترسم فوق محور سين كده يعني هي موجبة دايما وآآ يعني النقطة دي دي نقاط بنتك بيها كده او بنهرس بيها الدرس تعالوا احنا شوف امثلة على الدلة القصية بما اننا فهمها وانا اكد اللي احنا فهمها يعني مثال واحد من الامثلة المشروحة في المعاصرة باش مهانسين بيقول ارسم منحنا الدلة دا لنقطتين حاها ساهمة حاها الموجبة يعني دي دلة مجالها حاها ومداها حاها الموجبة وده احنا عارفينه اصلا لان هو هيديك دلة قصية الوقتي فانا عارف ان اتنين قصين دي مجالها حاها ومداها حاها الموجبة بيقول لي متخزا سين تنتمي لسالب تلاتة واربعة ومن الرسم اوجد كل من رقم واحد دلت واحد ونص ودلت سالب نص رقم اتنين قيمة سين عندما دلت سين تساوي عشر احنا فندم هنعمل جدول عشان نرسب احنا عارفين الرسمة كده كده بس هنعمل جدول عشان نرزامه هو عايز يعني اهو ادي سين ودي دلت سين هو عايزنا اشتغل بالفترة دي عاوض يعني فانا اخد سالب تلاتة وسالب اتنين وسالب واحد وصفر واحد واثنين وتلاتة واربعة قيمة ساحة في الفترة هروح نعاوض عن سين هنا بسالب اتنين الديني تم على القالة تم نعاوض عن سين بسالب اتنين الديني ربع وبسالب واحد الديني نص وبصفر الديني واحد وعن سين بواحد الديني اتنين اربعة تمانية ستاشا ومستخدما هذه النقطة اللي طلعت معايا ده رسم بدائي قوي بس يعني هو ان عندك نقطة بسالب 3 وتم ادي سالب 3 وتم لمسلا هنا هو دي تم وبعد هنا عندك التانية بسالب 2 وربع فربع هنا مسلا اهي دي النقطة التانية والتالتة بسالب 1 ونص واضح طبعا ان الدلة شغالة بتزيد الله نور وبعد اعافي انها ترسم كده في الاخر يعني دي الرسمة بتاعتي طبعا انت لو رسم مزبوط تقدر تجيب لي دلة الواحد ونص من الرسم او تروح تعاوض هنا عن سين بواحد ونص تبقى اثنين قص واحد ونص وعن سين بسالب نص تبقى اثنين قص سالب نص وتحسب يعني عايز قيمة سين لما دلت سين بعشرة فهنروح نحل المطلوب رقم اثنين عايز قيمة سين لما دلت سين بعشرة فقادي الرسمة بتاعتي دي دلت سين ماشي انا هساوي دلت سين بعشرة يعني هساوي اثنين قص سين بعشرة فعشان نحل المعادلات دي بيانيا باشموها نتسين فحضرتك هترسم الدلتين دي مرسومة عندهم طب ودي هي صات بعشرة خط افق يقطع الصداد في عشرة فالحل بتاع المعادلة دي هو نقطة التقطع الاتنين مع بعض اللي هي النقطة دي لو انت رسم مظبوط هتطلع عندك النقطة دي باتنين او بتلاتة وتلاتة وشوية تلاتة وشوية يعني لو انت رسم مظبوط قدام شوية نتعلم نحل المعادلات دي بصورة اسهل تقدر انت تشوف مثال اتنين لانه هو نفس الفكرة طيب بعد ان الراجل بدأ يكلمك على التحويلات الهندسية لمنحنة الدلال قصية هل موضوع يبقى فيه اختلاف ولا اي حال خلص انت عارف المنحنة الاساسي صد بيساوي الف سين لو كان الف اكبر من واحد دي صد ساوي الف قص سين وهنا صد بتساوي الف قص سين برضو بس الالف واقع ما بين صرف واحد هتبدأ بقى انت تشتغل عليه اذا حد ده المنحنة الاساسي عايز ارسمه بقى بالنعكاس عايز اعكسه على السين عصاد عايز اعكسه على نقطة الاصل عايز اعمل اي حاجة يعني زي ما كنت باعمل عادي بس الكلام هيتطبع الدلال قصية فتعالي هوريك مثال مثال بيقول لي مسل الدوال المعرفة بالقواعد الاتية ومن الرسم استنتج المجال والمدى وبين اي منهم تزايدية وايها تنقصية ده شبه الدلال قصية بص يعني الفكرة في ايه انت في الباب الاول اتعلمت ترسم منحنيات الدوال باستخدام الدوال الاساسية دلوقتي زادت عندك دلال ستان فانا عشان ارسم دي هرسم او انا فهم ان ده هيترسم شبه منحنة دلال اساسية صاد باثنين قصيسين بس نعمول عليه شوية عمليات ده كده هو صاد باثنين قصيسين ودي دلت نمو ولي عند الاساس اكبر من الواحد فعشان هرسم الدلة دي الدلة دي هتترسم باجراء تحويلات هندسية على هذا المنحنة هعمل له ازاحة عصدت واحد يبقى بدل ما انا مقاطع عند الواحد هطلع اقاطع عند اتنين يبقى الشكل عامل كده هو دي كده هي رسمة صاد تساوي اتنين قصيسين زاد واحد هيمر بالنقطة صفر واثنين بدل صفر واحد فدي كده خلاص يعني الموضوع مش جديد كفكرة كموضوع اساسي الموضوع مش جديد انت كل ما في الامر انك انت دلوقتي هترسم الدلة دي باجراء تحويلات هندسية على منحنة الدلة دي زي ما كنا بنرسم مقياس سين لقص اتنين ومقياس سين زاد واحد ومش عارف سين تكايف زاد اربعة والكلام الفاضي دي من الرسم دي رسمة الدلة بتاعتي فمجالها ها عادي جدا والمدى بتاعها هو ها المجابة برضو عادي جدا وعايز هو يعرف حاجة تانية وتزايدها ولتناقصية واضح انها تزايدية على مجالها في نفس السؤال ده النقطة التانية بيقول لي ارسم منحنة دلصات تساوي تلاتة قص سين مقص واحد فده شبه منحنة دلصات تساوي تلاتة قص سين اللي هو بترسم كده ده صاب بتلاتة قص سين ده الاساسي فانا فهم ان البرنس ده هيترسم باجراء تحويلات هندسية على ده يعني ايه تحويلات هندسية طب انا هنا مغار في السين ولا في الصاد مغار في السين انا شيلت السين وحطت السين نقص واحد يبقى انا هرسم ده بان انا زيحدة على السينات واحد يمين يعني كأنك هتمسك النقطة صفر واحد تمقلها عند النقطة واحد واثنين فايبقى الشكل عامل كده ودي ما بقيتش بقى واحد خلاص ماشي كده بس فانا قلتها عند واحد واثنين فالمجالها والمدى برضو حاهل مجابة ونفس الشغل يعني التالتة صاب بتسوي سالب نص قص سين المنحنة التالت ده اللي عايزي يعني تحس ان هو نفس الشكل بس النقط مكانها اختلف يعني بدل ما كانت عند واحد صفر واحد بدل عند واحد واثنين بس ما تحسش بفرق في الرسمة قوي زي بقى الدول هنا دي هتترسم بان انا نرسم منحنة نص قص سين وخب بالك ده منحنة تضاقل قصي يعني هترسم عامل كده هؤ وبعدين هعمل له نعكاس في محور السينات دي دي هي رسمة نص قص سين هعمل له نعكاس في محور السينات يبقى الرسمة عاملة كده يعني هاخده نزله بايدي تحت يوه تبقى عاملة كده وهيقطع هنا في سالب واحد بدل ما كان بيقطع في واحد فدي الرسمة التالتة ومن الرسم طبعا المجال بتاعها هو حاه عادي جدا لكن المدى بتاعك ما هواش حاه المجابة بقى مش من صفر المنها لأ هو حاه السالبة من سالب ما نها لصفر والدلة دي تزايدية يبقى الثلاثة السئلة اللي في المسال ده كلهم دولت تزايدية على مجالها تعال نروح نشوف اللي بعض مسال اربعة باشمانسين بيقولك مثل الدلة المعرفة بالقاعدة القاتية سالب ثلاثة قص واحد مؤسسين زياد اتنين ومن الرسم استنتج مجال ومدى وشوف لها تزايدية ولا تناقصية طيب احنا متفقين ان احنا ده هيترسم باجراء تحويلات على المنحنة تلاتة قص سين ده ده لأسية بس قبل ما اعمل كده انا دايما بحب السين تبقى بواحد زي والله يقولنا ده في الباب الاول فتبقى سالب ثلاثة اخذ من فوق سالب تبقى سين نقص واحد فدي كأنها بالضبط تلاتة قص سالب واحد قص ده يعني تبقى سالب ثلت لانتها تقص سالب واحد بتلت زياد اتنين هنعمل ده ازاي بقى ايه هي العمليات انا كده هرسم ده باجراء عمليات على المنحنة تلت قص سين ده المنحنة الاساسي ده شبهه تلت قص سين بتسم كده هوا ده اللي التضاقر فعشان ارسم دي هعمل تحويلات هندسية على المنحنة ده اللي هي ايه اول حاجة خالص هعمل انعكاس ده ده رقم واحد رأي الترتيب وانت شغال انعكاس ازاي حوفقية ازاي حراسية لما نمسك ده نعملو انعكاس هيبعمل كده هوا بسيqnataba ايه حوالين محور السينات ، انعكاس حوله سين وبعدين هذيح او هعمله ازاي حل الى يعني واحد على السينات واثنين عصادات فالنقطة دي بدل ما كانت عن سلب واحد وصفر او صفر وسلب واحد هذيح العصادات واحد وذيح عصادات اتنين فتروح عند واحد وواحد يبقى الرسمة دي همسك النقطة دي هنقلها عند واحد وواحد يعني الرسمة تبقى عاملة كده هنزل. واحد واحد. وتروح جان هنا كده رسم رسمتك. فده الشكل الايه? النهائي بتاعك. على حسب بقى يعني ممكن تبقى مرسومة كده ممكن مفوت تبقى مرسومة كده لو انت عايزها مزبوطة قوي يعني. هي المفروض مرسومة كده هو. هو بيرسم في المؤسر بمقاس رسمة. انا برسم ايه? اللوي كده. فالمفوت تسم كده هون من عند النقطة واحد واحد. لو انت عايز ترسمها مزبوط قوي هاتك قطع المنحنة ده مع السينات والصدات. ازاي يعني. يعني انا عارف انه هاتك كده. طب تقطع مع السينات او السدات ايجيبه ازاي? عايز تقطع مع السدات حط السين بصفر. في活ديك سالب تلتهم السلب واحد يعني سالب تلاته زي الاتنين سالب واحد. عايز تقطع مع السينات حط الساب بصفر. فيبقى تلتهم والسين نقص واحد زي الاتنين بصفر. يبقى تقول تقصي نقص واحد باتنين. وتبدأ بقى ان انت تحلي دي عالقال عشان مش تفتح لها الوقتي لما تاخد لغة متى تطلع تفتح لها. هتلاقي بيطة عالسينات هنا. فيعني اه واحدة واحدة. ماشي? طيب. ومن هنا من الرسم طبعا الدلة دي مجالها هو حاها عادي جدا. والمدى بتاعها من اقل قيمة لها عالسينات سالب من النهاية واعلى قيمة لها المفروض واحد مش اتنين. وفي هنا حاجة بس. اعلى قيمة لها هي اتنين لما تكون الدلة بتاعتنا دي بصفر. مش يعني مش تاخد اعلى قيمة هي مش توصل الاتنين يعني تبقى بتقترب كده من اللي اتنين عارفت اللي هو عاملة كده. بس ده المدى بتاعها. بعد كده باش مهندس بقى بيتكلمك على حل المعادلات القصية بيانيا. بص يا هندسة. مبدأ ان انا احل المعادلات بيانيا الموضوع اتفهم من من شرح اخر درس في الباب الاول وهو دلة المقياس. فالموضوع مش محتاج حرق كتير. يعني ايه? يعني بصوا. انا مسلا لما اجا اقول لك اوجد بيانيا فيها مجموعة حل المعادلة دي. اتنين قصيسين زائد واحد يزا واربعة. او ده مثال ما حسكش قوي بقيمة الموضوع. بس عام حلو. ازا احنا حبينا نحل المعادلة دي جابريان فدي معادلة قصية. فعشان احلها جابريان محتاج ان الاساس يسوي الاساس او القص يسوي القص. فانا لو هحلها جابريان هخليها عاملة كده. فبما ان الاساس سوي الاساس بيسوي القص يبقى سيمة واحد. لكن لو هحلها بيانيا. لان هو طالبها بيانية. فهنرسم الدلة دي. الدلة دي رسمتها تبقى هي هي رسمة اتنين اساسين. بس هزيح على السينات عن سالب واحد. يعني يعني بدل بص الرسمة بتاعت اتنين اساسين عاملة كده. فانا هرجعها شوية على السالب. يعني بدل ما النقطة دي كانت صفر واحد هرجعها على السينات واحدة تبقى عن سالب واحد واحد. فالرسمة تبقى عاملة كده. عند سالب واحد واحد. تمام? ده الشكل بتاعي دلوقتي. يبقى دي كده دي هي رسمة منحنة دلة اتنين اساسين زائد واحد. طب هتقطع السالات فين? احط السين بصفر تطلع اتنين اساساتة تمانية يعني. ثواني? اتنين اسوا واحد اتنين. هتقطع السالات هنا في اتنين يا رجزي. لما حط السين بصفر في المعدلة احنا كل ده بنرسم بصصب بتساوي اتنين اساسين زائد واحد. فعشان اجيب تقاطعها مع السالات هحط السين بصفر. تطلع اتنين اسوا واحد اتنين. الخط بقى اللي اسمه صبر بعضك مش احنا اتعلمنا خلاص الموضوع الاساسي صبر بعض خط افقي يقطع الصادات في اربعة فهيبقى فوق الاتنين هين فانت لما تحل المعدتين تسويهم ببعض يعني انت عايز بيانية نقاط التقطع ما بين المعدتين دي ودي ما بين المنحنيات اللي بتمثلهم يعني اللي هي هين خلاص فانت لو رسم بياني مظبوط فالحل هو هيكون فين 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 هيكون واحد واربعة كل النقطة بتاعتك واحد واربعة اللي هي دي ماشي يبقى هنا مجموعة الحل واحد واربعة لكن طبعا ده مثال ما يبينش قمة الحل البياني لان احنا كده كده عرفنا بحلها جابري لكن بص المثال اللي بعده المثال الخمسة او ستة ستة بيقول لك ايه وجدت بيانيا مجموعة تحل المعادلة دي تلاتة قسسين بتسوي اتنين سين زائد واحد ايه دي معادلة لو انت اتنططت انت عفش تحلها جابري يعني هنا الحل الجابري تقريبا مستحيل ماشي كده لاني عاملك ميكس ما بين دالة قسية ودالة خطية او دالة جابريا فانا هب بيه بقى هحل بياني هحل بياني ازاي هندسة بصة شمان سين دلوقتي احنا هنرسم صاب بتساوي تلاتة قسين هنلاقيها عاملة كده تقطع هنا في واحد ولو رسمنا صاب بتساوي اتنين سين زائد واحد فده خط بيقطع السينات او الصلاة في واحد ماشي وهيقطع السينات في سلب نص يعني هيبه هنا كده فالخط ده هتسم كده اعتقد هتقطع في نقطتين يعني منهم واحدة واضحة على الرسم اللي هي النقطة صفر واحد اه مش عارف هتقطع في نقطتين ولا كده اه هتقطع في نقطتين واحدة منهم واضحة على الرسم هنا اللي اسمها الف اللي هي صفر واحد والنقطة اللي هنا دي لو احنا رسمين مزبوط وبمقياس رسمها هتطلع بتساوي احلى سياس سيني واحد واحدة السياس الصادي هيبقى ثلاثة. فهنا الحل الباني هو الفعل يعني. يبقى هيتقطع في نقطتين بيانيا اللي هم صفر واحد واحد وثلاثة. حتى لو انت خدت السين بصفر عوضت بيها هنا هتديك واحد وهنا تديك واحد فحققت. ولو خدت السين بواحد عوضت بيها هنا تديك تلاتة وهنا تديك تلاتة فحققت. فده معناه ان هم حلول للمعدلة. طبعا انا ببقى رسم بمقياس رسم فبتتزبط معايا. خلاص? بعد كده نروح نشوف مجموعة تمانين متنوعة على او مسال سبعة او تمانية دول امسانة متنوعة على الدرس. يعني ممكن نحل مسال سبعة ده نقصة. هو مسال سبعة بيقول لك ايه? بيقول لك لو دلت سين او لو دل لقطتين حا ساهم حا المجابة. يعني بيقول لك ان الدلة مجالها حا هو مدلها حا المجابة. واحنا عارفين والله من غير ما يقول لان دي دلة قصة ايه. فازبت قالنا دلت سين زائد خمسة زائد دلت سين زائد تلاتة على دلت سين زائد تلاتة زائد دلت سين زائد واحد بتساوي دلت اتنين. طيب هو عايز يعمل الاسبات ده. ده اسبات. فانا همسك الطرف الايمن والطرف الايصر وازبت انهما بيساوي بعض. الطرف الايمن عبارة عن دلت سين زائد خمسة اللي بتجاب عن طريق انهما روح في الدلة اشيل كل سين واحط سين زائد خمسة تبقى تلاتة قسين زياد خمسة دلت سين زياد تلاتة يعني اروح هنا شير السين وحط سين زياد تلاتة تبقى تلاتة قسين زياد تلاتة على دلت سين زياد تلاتة هي هي دلت سين زياد واحد اللي هي تلاتة قسين زياد واحد بالمثل يعني عايزين نبسط المنزر ده شوي هنيجي من فوق ناخد دي مشترك. فيتبقى لي ده على ده بتلاتة. واطرح القصص بص. هاطرح القصص هينزل لي هنا الناتج. لما اسم ده على ده هاطرح القصص تطلع لي اتنين. وده على ده بواحد. واخد من تحت تلاتة قصين زائد واحد ما تفرقش. فده على ده بواحد او اسف ده على ده. ده على ده بتلاتة اه اه اتنين. لما نطرح القصص وده على ده بواحد. فده اتروح مع ده اصلا. فلما نطرح القصص بتاعد دول يطلع لي تلاتة قصة اتنين. اللي هي تسعة. اللي هي نفسها دلة اتنين. لان دلة اتنين دي هي تلاتة قصة اتنين يعني تسعة. يبقى ده هو الطرف الايمن بيساوي الايصر يبقى الدنيا ثماني. نروح للباعد. الدرس الرابع رشمانسين مع بعض اه في الباب التاني جبر وهو الدلل لغة اتنية. وده الدرس القبل الاخير في فرع الجبر الحمد لله. اول حاجة خالص انا لو عندي دلوقتي مسلا. سين تساوي الف قصصات. دي اسمها الصورة القصية. في حاجة اسمها الصورة اللغة التمية بقى. الصورة اللغة التمية بالجبل القصي ساوي ايه? يعني صد تساوي له الف سين. خبالك لو انت تفهم او لو انت كنت فاهم الدلة العكسية. فكانت الدلة مسلا صاد بتساوي دلة سين. او مسلا يعني صاد بتساوي الف قصصين. فكان هنا السين هي القص والصاد هي الدلة دي. اللي هي الصاد بتساوي الدلة على بعضها. لما انا كتبها لغة رتمية الوقتي هكتب ان السين تساوي له الف صاد. يعني انا بدلت السين بالصاد. فهم حاجة? خليت القص هو الصاد والدلة نفسها هي الصين. فما انا كده من اللغة رتمية. هو الدلة العكسية. للدلة القصية. خبالك انا كان لها فيديو قديم شوية. الفيديو ده كنت بشرح فيه يعني ايه لغة رتمات وليه اه هنستفيد منها. هبقى هنزل لكم اللينك بتاعه التسكريبشن هو قديم شوية دي. نتلاقي شكل حتى مختلف. اه هنزله بس عشان الناس تعرف ايه فايدة اللغة رتمات وكده لكن احنا هنا جايين نتكلم رياضة يعني. يعني انا دلوقتي لو عندي اربعة قص تلاتة. او بلاش اللغة رتمات. لغة رتم اتنين تلاتة ده بيسوي تماني. ده معناه او اتنين اسف تمانية بيسوي تلاتة. ده معناه ان اتنين قص تلاتة بيسوي تماني. عندي مثلا لغة رتم خمسة مية خمسة وعشرين بيسوي تلاتة. ده معناه ان خمسة قص تلاتة بيسوي مية خمسة وعشرين. عندي مثلا اه لو انا كتبت مثلا الخمسة تربيع فا او ستة تربيع. فدي بستة وتلاتين. ده كده بالصورة القصية عايزها باللغة ماتة يبقى لغة ستة ستة وتلاتين بيسوي اتنين. القص هو الناتج من اللغة. وهنا ده ما بداخل اللغة رتم اللي هو الناتج من القص نفسه دي الستة باساس. فتتنطق لغة رتم ستة وتلاتين للأساس ستة بيسوي اتنين. ده معناه ان ستة قص اتنين بستة وتلاتين. حلو حلو. هوريك مثال على تحويل الصورة القصية واللغة رتمية وبعدين نرجع نكمل درداشة عشان ماتتهش مني. مثال بيقول لك عبر مثال واحد في المعاصر عبر عن كل مما يأتي بالصورة القصية المكافأة. رقم واحد لو اتنين اربعة وستين بستة. فده معناه ان ده قص ده بيسوي اللجوه ان اتنين قص ستة باربعة وستين. بنحول من اللغة من القصص ازاي ده قص ده بيسوي اللجوه. التانية. بيقول لي لو اتنين تمانية جزر اتنين بيسوي سبعة الاتنين. فده معناه ان اتنين قص سبعة على الاتنين بيسوي تمانية جزر اتنين. ماشي كده? التالتة له تلاتة واحد على سبعة وعشرين بسالب تلاتة. فده معناه ان تلاتة قص سالب تلاتة بيسوي واحد على سبعة وعشرين. ده قص ده بيسوي اللجوه عشان انا بعرف احول من الصورة اللغة مية للصورة القصية ازاي? المثال الرابع كل ده بيدربك بس. لغرتم واحد من مية بيسوي اتنين او سالب اتنين. بصي حبيبي لما ما يكتب لكش الاساس تحت اللغرتم ده معناه ان هو عشرة ولا يكتب. فده معناه ان عشرة قص سالب اتنين بيسوي واحد من مية. يبقى انا كده اتعلمت احول من لغرة مية لقصية. خلاص? في المثال التاني هتلاقيه بيدربك على انك تحول من قصية لغرة مية. يعني هنا بقى من قصية للغرة مية. فمسلا هنا بيقول لي متين تلاتة واربعين بيسوي جزر تلاتة قصة عشرة. فحول لي دي للغرة. فيبقى لغرة الاساس جزر تلاتة. اللي هنا متين تلاتة واربعين. بيسوي القصة عشرة. عشان هنا تحت. والناتج جوه. والقص ناتج من اللغرة. التالية. عايز احول عشرة قصة سالب اتنين بواحد من مية للغرة مية. يبقى لغرة الاساس عشرة. واللي جوه سقة واللي جوه واحد من مية. بيسوي سالب اتنين. التالتة. تلاتة قصة خمسة على الاتنين بيسوي تسعة جزر تلاتة. يبقى له الاساس تلاتة. ها? وده كده جوه. بيسوي خمسة على الاتنين. فده معناه ان تلاتة قصة خمسة على الاتنين بتسعة جزر تلاتة. الرابعة جيم تساوي الف قص سين. يبقى منها سين تساوي القص يساوي لغرة ما الف جيم. او لغرة ما الف جيم تساوي سين اي حاجة اي. ماشي? يبقى انا كده اتعلم تحول من قصية لغرة مية ومن لغرة مية لقصية وتقدر برضو يعني ناخد مثال تلاتة بالمرة لانه هو مباشر. مثال تلاتة بيقول لي ايه وجد قيمة كل من رقم واحد له اتنين اربعة وستين. عايزين قيمة دي. فكأني بقول لك اتنين قص كام باربعة وستين. بص دي معناها اتنين قص مين باربعة وستين. فهتقول لي والله اتنين قص ستة. شكرا. كده لو اتنين اربعة وستين بيساوي سين. يبقى اتنين قص سين احولها بقى للصورة قصية عشان نعرف احلها. يبقى اتنين قص سين باربعة وستين. يبقى اتنين قص سين بتساوي معادلة قصية هي. فعايز الاساس يساوي الاساس يبقى اتنين قص ستة. يبقى منها بما ان الاساس سوا الاساس يبقى القص بالقص سين بستة. تاني يبقى هنا لحل المعادلات اللغة مية. نحولها للصورة القسية. خلاص? اتفقق. بعدين عندي مثال تاني او في نفس السؤال الفقرة تاني عايز يجيب له غير رتم ستة واحد بكام? فهسويه مسلا بصاد مش هو عايز قيمة ده? فهسويه بصاد. لو جبت صاد جبت قيمة ده. فانا دي احولها للصورة القسية. فمعناها ان صاد ستة قس صاد بيسوي واحدة قس ده بيسوي ده. حلل المعادلة دي. عايز الاساس بسوي الاساس. فستة قس صاد يسوي ستة قس صف يبقى منها صاد بصفر. يبقى له ستة واحد على بعضها بصفر. التالتة عايزنا حل المعادلة دي. لو الجزر التكعيب لتلاتة واحد على سبعة او الاول لو أربعة وهنا اربعة جزر اتنين. فانا عايز عارف ده كاملة. ممكن اعملها على الالة على فكرة. لكن انا هحلها رياضة. هسمي دي سين بس. فانا عايز اجيب سين. مش انا عايز ده انا عايز سين. فهحل. احولها للصورة القصية. يبقى اربعة قص سين بيساوي اربعة جزر اتنين ده قص ده بيساوي ده. انا كل ده بضربك على ازاي التحول من قصص للغراتمات والعكس. فعايزين نخلي دي اربعة قص حاجة. فاربعة جزر اتنين دي تبقى اربعة قص كامة على الالة. صعبة شوية فهو هيعملها احسن. تبقى. هو ماشي ماشي. هو هنا راح نزبطها اسهل بان اربعة قصين دي تبقى اتنين قص اتنين سين. ودي تبقى اتنين قص اتنين ودي اتنين قص نصف. وهنجمع القصص تبقى اتنين قص خمسة على الاتنين. فالاساس بيساوي الاساس يبقى القص بالقص يبقى سين بخمسة على الاربعة لما اقسم على الاتنين. النقطة الرابعة في نفس السؤال عايز يجيب قيمة له الجزر التلاتة واحد على سبع عشرين. فهوفرد ان دي بسين. يبقى عشان احل يبقى جزر تلاتة قص واحد او قص سين قاسف ده قص ده. بيساوي واحد على سبع عشر. حولنا من الصولة اللغة اتنين قص عشان نفن حدي. طيب. عايزين بقى نخلي الاساس واحد. فبسطها شوية ان الجزر ده خليه تلاتة قص نص. يبقى تلاتة قص نص قص سين يبقى تلاتة قص نص سين. وعايزين دي تبقى تلاتة قص حك. فدي تلاتة قصات تلاتة على طول لان احنا بقالنا كتير شغالين قصص. الاساس سوى الاساس يبقى القص بالقص. يبقى سين من هنا كده بسالب سبت. الخمسة هندسة بيقول لي لغارة مواحد من عشر تلاف ولا آه من عشر تلاف. بيساوي نقط فاسمي دي صاد مسلا وطبعا انا عارف لما الاساس ما بيتكتبش بيبقى المفروض ان هو عشر يعني. يبقى عشرة قص صاد عشان احل المعادلة دي. انا جاني بقول لك مين العدد اللي رفعه او عشرة لما رفعها قص كام يديني ده. يبقى عشرة قص صاد بتساوي واحد من عشر تلاف. طبعا دي تبقى واحد على عشر تلاف. اللي هي واحد على عشرة قصة اربعة. يعني عشرة قصة لباربعة يبقى صاد بكام بسالب اربعة. ده كده حل المعادلات الايه? اللي فات دي. يبقى طبعا اه لما جبت الصاد بسالب اربعة فده معنا ان اللغارتم عشرة واحد من عشرة تلاف بسالب اربعة ما هي انا فارض ان ده كل اسم صاد اصلا. يبقى لما جيب صاد كان يجبت قيمة ده. بس يعني. كده احنا اتكلمنا في اللغارتمات سطحي شوية عايزين نروح بقى نرسمها نشوف مجالها نشوف مداياها نشوف علاقتها بالدلة القصية. نهري بقى فيها دلة واحدية اقول هاري ان انت فاهم. بوسي هندز. انا عايز سم الدلة اللغارتمية واهري بقى في مجالها ومداياها وكزا. احنا متفقين ان ازا كانت سين تساوي الف قص صاد فان صاد تساوي لو الف سين. ده احنا اتفقنا عليه من شوية. ففهمنا من اللي حصل هنا زي ما قلتلك في البداية ان الدلة اللغارتمية هي الدلة العكسية للدلة القصية. وبناء عليه لما جرسم الدلة اللغارتمية رايز. دي الدلة القصية انا نتخل الاساس بتاعنا اكبر من الواحد. طبعا خب بالك هنا برضو نفس الشرط اللي بيقعد دلة القصية ان الاساس بينتني لها الموجبة فرق الواحد هو نفس الشرط اللي بيقعد دلة اللغارتمية ان الاساس بتاعها بينتمي لها الموجبة مع عدد الواحد. فاذا رسمنا الدلة القصية فاكر لو تفتكر الدلة القصية بترسم كده. لو كان السابت اكبر من الواحد. فالدلة اللغارتمية من التعريف هي الدلة العكسية للقصية. فقادي المستقيم صاد بيساوي سين. واحنا لسه دارسين حصة اللي قبل دي ان الدلة العكسية دي يا باش مهندس. هي الدلة الاساسية ودلتها العكسية بيبقى متمثلين حوالي المستقيم صاد بيساوي سين. فمنحمة الدلة القصية بيمر بالنقطة صفر واحد. يبقى منحمة الدلة اللغارتمية اللي هي دلتها العكسية بيمر بواحد وصفر. ولا احنا عارفينه. فبالتالي دلة اللغارتمية ترسم كده بص. دي كده هي رسمة لغارتمة الف سين. ودي رسمة الدلة القصية. يبقى دي الدلة القصية ودي اللغارتمية. هتلاحظ بقى. احنا عارفين من خواص الدلة العكسية. اه او الاول بس نشوف لو كان صفر او الف واحد ما بين صفر واحد هتترسم ازاي? لو الالف واحد ما بين صفر واحد فتدلل القصية باش مهندس بترسم كده. وساعتها تدلل اللغارتمية بص ده المستقيم صاد بيساوي سين. فساعتها اللغارتمية هتترسم كده اهو. عشان تبقى اللغارتمية صورة القصية بننعكاس في المستقيم صاد بسين. وعشان ما نصعبهاش عليك هنا خلاص هي واضحة الفكرة من هنا هو. فالرسمة هتبقى عاملة كده بتاعت اللغارتمة لو الالف اقل او اعمى بين صفر واحد فرسمة اللغارتمة هتبقى عاملة كده. هنا بنسميها دلة نمو. اللغارتمية برضو دلة نمو هنا تزايدية على مجالها. وهنا بنسميها دلة طبقة. هنلاحظ. ان مجال الدلة اللغارتمية اللي هي الدلة بتاعتها مش دعم القصية القصية هتعلمتها اصلا. القصية كان مجالها حا. ومداها حا الموجبة. طب اللغارتمية العكس. يبقى مجالها حا الموجبة. لان مجال الدلة دي مش دي الدلة العكسية بتاعت القصية. يبقى مجال اللغارتمة هو مدى القصية. مدى القصية هو حا الموجبة. يبقى مجال اللغارتمة حا الموجبة وضوضح من رسمته. مجالها يعني قيامها على السينات من صفر الملم هاي. طب ومدى الدلة اللغارتمية? مدى الدلة اللغارتمية هيبقى مجال القصية. القصية مجالها حا. يبقى مدى اللغارة مية حافظ قيام اللغارة مية عصبات من سالب ملا نهاية الموجب ملا نهاية. تعرف اللي حصل ده معناه ايه? معناه ان ما بداخل اللغارة اللي جوه اللغارة لازم يكون موجب. ما ينفعش يكون سالب. والناتج منه ممكن يكون موجب او سالب. او صفر اي حاجة مش فرق. خلاص يبقى اه اخد بالك كمان ان الدلة اللغارة مية دلة وحدية طبعا لان لها دلة عكسية. ايه كمان? وان هنا دلة تزايدية تلة نمو هنا تلة طباقل تناقصية على مجالها. وخلاص تيب اخد بالك القصية القصية. كان القص ممكن يكون اي حاجة. انما الناتج من القصية لازم يكون موجب. اللغارة مية اللي جوه اللغارة م ممكن يبقى اي حاجة. لا اسف اللغارة اللغارة مية لازم يكون موجب فقط. والناتج من اللغارة مية هو اي حاجة. يعني الناتج من اللغارة مية المدى بتاعها يعني. دي كده هي الصات بتاعة اللغارة مية تكون موجبة او سالبة او بصفر عادي. لكن السين اللي هي اللي جوه له لازم تكون ايه? لازم تكون موجبة. بس. ده كده الهارية في اللغارة مية. وكده اعتبر هرسناها. هروح نحل عليها بقية الامثلة اللي في المعصر. المثال الرابع. بيقول لي هاتقي من سين في كل من. لغو اتنين سين بساعة اربعة. الطلبة اللي بتوسوس يعني ما بتبقاش فهمه. لكن الطالب ازا فهم الكلام اللي تقال هنا. وفهم الملحوصتين دول مش هيوسوس من دي. لان فيه طلبة عندها فكرة الحل بالايه بالنظر كده او بالحب يعني. يعني هنا لقى سالب مسلا. فهو حافظ ان اللغارة مما ينفعش انعها سالبة. يا فندم اللغارة من نتج منه يبقى سالب عادي. لكن اللي جوه هو ما ينفعش يبقى سالب يبقى دي معادلة لها حل. لكن هو هيشوف السالب يقول لك ليس لها حل بامرت يعني. ماشي? يبقى من هنا عشان حل بحولها للصورة القصية. فيبقى السين اللي جوه بيساوي ده قص ده. يعني واحد على الساتة وشر. وخلصة. ماشي? التانية باللغارة ما تسعة واحد وتمانين جزر تلاتة بيساوي سين حلها لي. فعشان حلها حولها للقصية. يبقى تسعة قص سين بيساوي واحد وتمانين جزر تلاتة. فعشان احلها التسعة دي هخليها تلاتة قص اتنين ماشي. شغل قصص بقى. ويواحد وتمانين دي تسعة قص اتنين او تلاتة قص اربعة. وجزر تلاتة ده تلاتة قص نص. وهنا هجمع القصص اربعة ونص يعني تسعة على اتنين. بما ان الاساس بيساوي الاساس يبقى القص بيساوي القصص. هقسم على الاتنين تبقى سين بتسعة على الاربعة. خلاص? ده المسال التاني. تالت. التالتة ماشي مهندسين بديني له نص سين بيساوي سالب تلاتة. فانا هنا الناتج يبقى سالب عادي. خب بالك يبقى السين اللي جوه هيساوي ده قص دالة. نص قص تلاتة يعني تمنى على الالة او اسف تمانية. اعملها انت على الالة. السؤال الرابع بيقولي له سين تمانية بيساوي ستة. فده معناه ان سين قص ستة بتساوي تمانية. حليني المعادلة دي? ها القص زوجي. بخلص من القص ان انا ودين ناحية التانية مقلوب. قديك بترجع على كل الحص السوا. بس لان القص زوجي تحط موجب او سالب وتشوف بقى دي بكام على الالة. هتطلع لك بجزر اتنين. تمانية قص الصدس دي بجزر اتنين. مثال خمسة. بيقولي اوجد في حاهمة جموعة حل المعادلات القاتية. له سين سبعة سين باتنين. عشان نحل دي ها. يبقى اللي جوة سبعة سين بتساوي سين قص اتنين. يبقى طلع بعكس الاشارة فيبقى سين قص اتنين نوع السبعة سين بصفر. خد السين مشترك يتبقى لك سين نوع السبعة بصفر. يبقى اما سين بصفر. او سين بسبعة بش مهندس ولكن ده هيطرفد. الله 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 الله. ليه كده استاذ? لان احنا لو خدنا ده عوضنا بيه هنا هيخلي اللي جوة لغة رتم صفر. واللغة رتم ما ينفعش يكون جوة صفر. لازم يكون جوة موجب. ده ده في كرسة تانية. ان ده لو عوضنا بيه هنا هيخلي الاساس صفر. وانا عارف ان شرط من الشروط ان الاساس بتاعنا بيبقى حقيقي موجب معادة الواحد ما ينفعش بقى صفر اصلا. خلاص? فبالتالي اه الصفر مرفوض بالسلس. يبقى دايما وانت بتحل لغة رتمية اهو بص. خد بالك انا ما بحبش اقول الملاحظات مراحلة. انا بحب اكتشف انا وانت. او انا بابقى عارف وبخليك تكتشف معايا. دي بتبقى حاجة لزيزة يعني. وانت بتحل معادلات لغة رتمية. خد القيم. اللي اللي انت يعني اه طلقت معاك الحلول يعني. عوض بيها شوفها. تحقق الشروط ولا لا? لو سمحت يعني. لو انت عاست مشيها اصول قوي من البداية هات مجالة دلق. بانك تحل متباينة ان دي اكبر من الصفر. لان اللغارتنا عشان اجيب مجاله اهو برضو بالمرة. لتحديد مجال اللغارت. مسلا هنا لو الف دلة نخلي الدلة دي اكبر من الصفر. عالف عامنا زي الجزر. بس ما فيش يساوي لان هنا اللغارت ما حتى اللجوة ما ينفعش بقى صفر. مش زي الجزر التربيعي ينفع بقى صفر. لا ده هنا ما ينفعش بقى صفر اصلا. خلاص? في مجموعة الحل هنا سبعة بس. ماشي? بعد كده عندي السؤال النقطة التانية في نفس السؤال بيقول لي له اتنين سيم تربيع زي التلاتة على اربعة سيم بسالب اتنين. هل ده ينفع اصلا لو جاوبت منورة الكاميرا وقلت لأ يبقى انت متفهمش او مش فاهم. لكن هنا لو جاوبت قلتلي ينفع عادي لان اللي هنا ده السالب بقى هو الناتج من اللغارت ما فيش مشكلة اصلا. المشكلة لو اللي جوا اللغارت ما نفسه بقى سالب. خلاص? فانا هحل يبقى اللي جوا بيساوي اتنين قص سالب اتنين على الالة بربع. دخل بعكس الاشارة. حل دي على الالة. هيطلع لك قمتين لسين. سين. بسالب واحد وسين بربع. هتقول لي نرفض السالب. هقولك لا يا فنم استنى. ما انت ايش دمنك ان انت لما تعود بيه جوه. انت مش عايز اللي جوه هو اللي يكون سالب. مش القاملة طلع. ما ممكن يكون اللي جوه ده. اه ممكن يكون لما عوض بالسالب يطلع اللي جوه موجب ما فيش مشكلة اجرب كده. لما نعوض عن سين بسالب واحد هنا. هيديني واحد ما استلت تربع يعني ربع. يبقى تنفع. لو عوضت بربع تنفع. يبقى مجموعة الحل سالب واحد وربع. الله اصلاح ده فيه سالب. يا حبيبي ماشي قيمة سين سالبة. انما ما بداخل اللغرات موجب ما فيش مشكلة اصلا يعني. نروح للبعض في الصبولة اللي جاي. نجمل مع بعض مثال خمسة رجلة. النقطة التالتة فيه كم عايز يحل المعدة دي له اتنين له تلاتة سين تربيع مع السبعة سين زائد واحد وعشرين بيسوح. يعني خب بالك دول مش ضرب يا جماعة ده لغرتم وجوه لغرتم. يعني لغرتم وتدلل لجوه لغرتم. فيبقى ما بداخل اللغرتم خب بالك. اهو. بيساوي اتنين قص واحد يعني اتنين. يبقى منها ده لغرتمات دخلة ببعض اه. بيساوي تلاتة قص اتنين. يعني تسعة. دخل بقى التسعة بعكس الاشارة. وحل. واحد وعشرين نقص تسعة يعني اتناشر. وحل دي تطلع لي سين باربعة وسين بتلاتة. ولكن سواء سين باربعة او سين بتلاتة. اللي اتنين هيحققه ولا مش هيحققه لو عرضنا هنا باربعة. يبقى ستاشر ستاشر واحد وعشرين سبعة وعشرين هيحققه. يبقى مجموعة الحل اربعة وثلاتة. رقم اربعة في النقطة دي. بيقول لي لو اتنين سين قص اتنين. مقص تلاتة لو اتنين سين بيساوي اربعة. دخل بعكس باشارة هندسة. يبقى لو اتنين سين قص اتنين. الكل اتنين انت رفع لغرتم قص اتنين. سمي لو اتنين سين دي صاد. يبقى دي صاد تربيع. حل المعادلة دي تطلع لك صاد باربعة وصاد بسالف واحد. والصاد هي لو اتنين سين. يبقى مرة لو اتنين سين باربعة او لو اتنين سين بسالف واحد. يبقى سين باتنين قص اربعة يعني ستاشر. وسين باتنين قص سالف واحد يعني نف. يبقى ديه قيام سين. ولو خدنا عوضنا هنا عن سين بستاشر اللي جوه ده هيكون موجب عادي ولو عوضنا بنص هيبقى موجب بردو عادي مفيش مشكلة. يبقى مجموعة لحلها ستاشر ونص. خلاص? مثال ستة بيقول يا فندم ازا كان منحنة دلة دلة سين بتساوي لغيرات ما الف سين يمر بالنقطة سبعة وعشرين وتلاتة. اوجد الف. وبعدين ثم ارسم منحنة الدلة دة المتخزة سين بتنتمي لتسعة وتسعة. ومن الرسم استنتج المجال والمدى والاتراض والهاري اللي انت فاهمه ده. ماشي. في الاول المنحنة بيمر بدي. يبقى النقطة دي تقع على المنحنة فهي تحقق معادلته. يبقى عوض عن سين بسبعة وعشرين. وعنصات بتلاتة. يبقى الف قص تلاتة بيساوي سبعة وعشرين. يعني الف بيساوي الجزر التكعيب لسبعة وعشرين يعني تلاتة. يعني الدلة شكلها له تلاتة سين. بعدين بيقول لي وارسم لي الدلة دي. متخزا القيم. انا مش محتاج اتخز قيم الله. يعني الدلة دي هتترسم كده. زي ما انت ما شفت الدلة اللغة رتمية لأساسها اكبر من الواحد. فبتترسم كده دلة اتنمو زمان تفايل. وبتقطع هنا في واحد. ومن الرسم استنتج المجال والمدى فالمجال بتاعة الدلة دي هيبقى ها المجابة. والمدى بتاعة الدلة دي هيكون اه المدى بتاعنا هو ها. لو قيم الصاد من سالب ملا نهاية المجاب ملا نهاية. وقل لي كمال للطراض اللي الطراض هيكون اه تزايد هي الدلة. وعايز نقطة التقاطع مع سين بتقطع السينات في واحد وصفر عن سين بواحد يعني. وعايز قيمة تقريبية للعدد له تلاتة ستة ده على الال اعملوا يعني مش مستهد. بعدين مثال سبعة بيقول لي ازا كان منحنة الدلة دي هو نفسه تقريبا يعني مثال سبعة هو ستة فشوفه انت يعني. مثال تمانية بيقول لي عين مجال الدوال الاتري. دلة سين بتساوي له اربعة اربعة مقصين. طبعا عشان اجيب مجال الدلة دي. فالدلة دي عشان اجيب مجالها لازم اللي جواها هيكون موجب يعني بحل متباينة ده انا قلتولك من شوية ان هي اكبر من الصفر. يبقى منها اربعة اكبر من سين او سين اقل من اربعة. يبقى ازا مجال هذه الدلة هي الفترة من سالب ملا نهاية الاربعة مفتوحة. لو سيتك خدت القيم دي عوضت بياه هنا هيبقى اللي جوا اللغريتنا موجب ما فيش مشاكل. لكن لو خدت اي رقم برا الفترة دي والي يكون خمسة مثلا هتديني لغريتنا سالب واحد وده ما ينفعش احنا ما اتفقين ان اللي جواها لازم يكون موجب بس او صفر اه او ما ينفعش حتى يكون صفر موجب بس. لو خدنا رقم زي اربعة اللي هو انا فتح الفترة عنده هيبقى لغريتنا اربعة صفر ده ملوش معنا. النقطة التانية بيقول لي ده اللي بتساوي له واحد مقصين خمسة. اه استنى بقى. واحد يقول لك ده اللي جوا رقم يا استاذ بس سواني الاساس بتاعك عليه شرط. فالاساس لازم يكون حقيقي موجب يعني اكبر من الصفر. ولازم يكون ما بيسويش واحد. فالمجال بتاع الدلة دي هو حل المعدتين دول المتبينة دي مع المعدلة دي. هنا هنا تطلع لسين اقل من الواحد لسه حلين واحدة شبهها فوق. وهنا تطلع لسين سين لا تساوي صفر. يبقى اذا هزه الدلة مجالها هو الفترة من سالب مالة نهاية لحد الواحد مع عدد صفر. يعني انا اقدر احط هنا السين باي حاجة في الفترة دي. لكن انا لا اقدر احطها بواحد. ولا اقدر احطها بعدد موجب اكبر من الواحد اي رقم برا الفترة دي ما انفعش ولا اقدر احطها بصفر. لان لو حطيت سين بصفر بقى اللي تحت ده واحد فما بقاتش دلة لغرات مية اصلا يعني. التالتة بيقول لي دلت سين بتساوي له سين مقص تلاتة سين. اه ده هنا فيه تلات شروط يا وحش. اولا من الجوه ده يكون موجب. بس ده مش كافي. وان ده كمان يكون موجب. وان ده ما يكونش بيساوي واحد. يبقى سين اكبر من الصفر. وسين اكبر من تلاتة. وسين ما تسويش اربعة. سيبك من دي دلوقتي. اخد مين فيه هم? لو احنا اخدنا سين اكبر من الصفر. فممكن نحط بواحد. والواحد لو عوضنا بيه هنا يجديني سالب اتنين. فناخد الفترة سين اكبر من تلاتة. يبقى المجال هيبقى سين اكبر من تلاتة فرق اربعة. يعني هيبقى من تلاتة المالة نهاية معها اربعة. وتقدر ترسم على خط. الاعداد اكبر من واحد اكبر من تلاتة وتاخد التقطع ما بينهم اكبر من تلاتة. والفرق الاربعة كده كده معك. الرابعة ده اللي بتساوي له تلاتة ناقصين سين. عشان اجيب مجال دي برضو فيه تلات حاجات. ان اللي جوه اكبر من الصفر. وان اللي تحت ده اكبر من الصفر فينتج منها ان سين اقل من تلاتة لما تحل. وان اللي تحت ده ما ينفعش يساوي واحد. يعني سين ما ينفعش تساوي سالب اتنين. اخد اكبر من الصفر ولا اقل من تلاتة ولا هيبص حبيبي. ادي صفر. وادي تلاتة سيبك من سالب اتنين خاط. اكبر من الصفر واقل من تلاتة. يبقى اخد المشترك ما بينهم. يبقى المجال بتاع الدلة دي هو من صفر التلاتة فرق السالب اتنين. كده كده اصلا سالب اتنين مش معاه في الفترة دي. يبقى هو مجالنا من صفر لتلاتة مجال الدلة الاخيرة دي. بس فرق اه دي فرق اتنين على سالب اتنين. لا دي فرق اتنين سادة. فلازم تبكتب. اما تراح تغلط يا جدعان. ماشي? نروح للمسال الاخير على الدرس وبقى كامحه اللي تمانين مواصل. المسال التاسع على شمانتسين بيناقش اه اه الرسم الدوال باستخدام العمليات او التحريرات الهندسين. اول دلة عايز يرسم لي الدلة دي. له تلاتة سين زائد اتنين. طبعا دي عشان ارسمها هرسم المنحنة الاساسي اللي انا حافظه. يعني انت تقدر تضيف دلوقتي المنحنات الاساسية المنحنة ده. ده تلاتة اولو تلاتة سين. فجأة عشان ارسم الدلة اللي هو مدهالي دي همسك ده اعمل له ازاحة عصادات اتنين يعني هرفعه عصادات اتنين. يبقى عامل كده بدل ما عند واحد وصفر وتبقى عند تلاتة وصفر او عند واحد واتنين ازفر. فتبقى الرسمة بتاعتك عاملة كده. طب عايز اعف هتيجي هنا فين وهنا فين? عايز اجيب تقاطع المنحنة ده مع السينات والصدات. يبقى عشان اجيب التقاطع ومع السينات احط او مع الصدات احط السين بصفر. ما ينفعش مش هيقطع السينات. لاني لو حطيت جيب صفر. بس ازاي مش هيقطع السين? مش هيقطع الصدات. يعني مش هيجي مش هيجي هيقطع الصد هنا. وعشان اجيب التقاطع مع الصد. ليه مش هيقطع الصد? عشان خاطر السين بانفعش لها بصفر اصد. طب التقاطع مع الصد مع السين احط الصد يلا بصفر. فيتبقى لي له تلاتة سين زياد اتنين بصفر يعني له تلاتة سين بسيلا باتنين يعني سين بتلاتة وصفر اتنين تسعة. يبقى هيقطع السينات هنا في تسعة. فالرسمة هتيجي كده. دي الرسمة بتاعتي. بحتاج دايما نقاط التقطوا مع السين والصاد. خلاص? ولانه مش هي تأسات فما خلتوش جي نحي نحيتمحوا والصادات كده. من الرسمة هو عايزي كمان عايز المجال والمدى والاضطراض والهالي. المجال هو حق المجبر. خلاص? وده المجال قاسف هو حاها المجبر. والمدى بتاعنا هو حاها عادي جدا. والاضطراض هي ده اللي تزايدية على مجالها اللي هو حاها المجبر. خلاص? ده اللي اتنمهم. ماشي? ده من نسبة للرسمة او للسؤال الاولان. النقطة التانية بيقول لي قاف سين تساوي لو تلاتة سين واحد. ده هيترسم بان انا ارسم المنحنة الاساسي لو تلاتة سين اهو. واعمل عليه اه اه تحولات هندسية بان انا زيح على السين واحد. يمين. يبا بدل ما كنت عند واحد وصفر اروح عند اتنين وصفر. فيبقى الشكل عامل كدهو. وبرضو ده مش هيقطع الصدات لاني لو حطيت سين بصفر فهيبقى اللي جوة سالب ما ينفعش. فالمجال برضو اه حاها المجابة والمدى حاها. والدلة دي تزايدية ببقى. بعد كاس سؤال التالت نقطة التالتة في السؤال لا. بيقول لي كاف سين بتساوي سالب له تلاتة سين. اه طبعا دي هتترسم بان انا اعمل انعكاس للمنحنة ده حول محور السينات. فلما عكسه حوالين محور السينات يعني كاني بامسك ده طلعها فوه بايدي. وبامسك ده نزلها تحت بايدي فيبقى شكله عامل كده. فهيبقى برضو مجاله حاها المجابة والمدى بتاعه حاها. والدلة هنا بس التناقص هي مش اكتر يعني. ماشي? اخر واحدة. دلة سين بتساوي له تلاتة سالب سين. اه استنى. ده هنا هو ضارب اللي جوة في سالب. يعني هم غير في السين. فده انعكاس بص الرسمة السينات عاملة كده له تلاتة سين. ده هيأمن العكاس حوالين محور الصدات. يعني الرسمة هتيجي هنا كده. يبقى دي رسمة لو تلاتة سين. دي رسمة لو تلاتة سالب سين. فمجالها هيبقى حاها السالبة. ومدىها هيبقى حاها. ماشي? يعني هنا المجال هيبقى حاها السالبة. والمدى هيبقى حاها. ده انعكاس حول الصدات. والمدى هيبقى حاها. والدلة هنا تناقص ايه. عكس الدلل الساكة تزايل ايه. ماشي? اه طبعا انت ده ده تحسب اللغارات متعة على الالة يعني شوف الالة معاك هتلاقي اكيد زي ما المعاصر كاتب لك او مدرسك يعني سأله هيقول لك تحسب ازاي اللغارات متعة على الالة. صحوة عليك ايه مش مهانسين. اه طبعا سعيد جدا من انا في الفيديو ده لان ده هو اخر درس في الجبر. تماما يعني. وهو الدرس الاخير في الباب الاول او في الباب التاني جواب رئاسف وهو اه خواص اللغارات متعة. هنستعرض مع بعض خواص اللغارات متعة زي ما انت فاهم? هنتكلم عن تمن خواص. اول خاصية ان لغارات ما الف الف مع مراعاة طبعا من مشروط اللغارات متحققة ان الف عدد حقيقي موجب مش بيساوي واحد والكلام ده. فده بالعقل انا كأني بقول لك الف قص كان بالفة واحد. قيس على كده لما اقول لك لغارات ما خمسة بخمسة لغارات ما اتنين اتنين لغارات ما سين سين كل ده بواحد. خلاص? فدي خاصية مش محتاج قوي ان انا عمل لها اثبات يعني. يعني هي بالعقل. النقطة التانية. لغارات ما الف واحد بكم? هتقول لي الف قص كان بواحد يعني صفر. يبقى لما يبقى جوا اللغارات ما واحد فناتك صفر. لغارات ما اتنين او اسف لغارات ما عشرة واحد. طبعا الاساس ما ديكتبش فهو بعشرة. لغارات ما عشرة واحد بصفر. لغارات ما سين واحد بصفر. لغارات ما خمسة واحد كل ده بصفر. التالتة. وهي خاصية الجمع. لغارات ما الف سين صاد او الضرب. ده بيساوي لو الف سين زائد لو الف صاد. يعني خب بالك هو اللغارات مواحد جوا حق تان مضربين او اكتر من حاجة. فده بيتحول للغارات من الاول زائد لغارات ما التاني. لكن لما تلاقي ان انت بقى لغارات ما الف صاد. وتروح تعملوا لغارات ما الف سين في لغارات ما الف صاد. فده غلط. لما تلاقيانين لغارات ما الف زائد صوت. وتروح هنا دول مجموعين. تروح انت موزعهم ضرب غالط. او توزعهم جمع غالط. الخاصية واضحة. لغارتما حاجتين او جواه حاجات مضروبة فضع. ده بيتحول للغارتما الاول زائد لغارتما التاني زائد لغارتما التالت وهكزا. والعكس غير صحيح. خب بالك عشان خاصه بتلغبط شوية. فبناء عليه لما اقول لك لغارتما خمسة مثلا يعني اتنين سي. فدول مضروب ايه? فيتحول لغارتما خمسة اتنين في لغارتما خمسة سي. لما اقول لك مثلا لغارتما سين تلاتة سي. فدا او تلاتة سين صاق. مش ده ضرب يبقى كلهم مضروبين جواه فدا يديني لغارتما سين تلاتة. زائد. هنا زائد اسف اعمل لغلط انا نطلق بقى. يبقى لغارتما الاول زائد لغارتما سين سين. زائد لغارتما سين صاق. ودي من الخواص بواحد. فتبقى واحد زائد له سين تلاتة زائد له سين صاق. تمام? ده بالنسبة لايه? للخاصات التالتة وهنعمل لها ازبات دلوقتي. ازبات الخاصية رقم تلاتة. ازباتك بتبقى ممتعة بتخليك تتمكن يا برينز. وطلما تستاهل نعمل لها ازبات. بص انا هفرد انا عندي دلوقتي هفرد ان لغارتما الف سين صاد او لغارتما الف سين بيساوي جين. ولغارتما الف صاد بيساوي ده المسل. فمن هنا تبقى الجين بتساوي او من هنا اسف تبقى السين بتساوي الف السجين. ومن هنا الصاد بتساوي الف قص دال. لما نروح نضرب سين في صاد هيبقى يديني الف قص جيم فالف قص دال يعني الف قص جيم زائد دال. كلام جميل. فاطلعني اللي سين صاد بيساوي الف قص جيم زائد الدال من هنا من هنا. اقدر EnergyM ذائد دال او لغارتما الف. سين صاد بيساوي جيم زائد دال وده تعلمنا الحصة اللي فات. يبقى ازا لغة رتمة الف سين صاد بيساوي الجيم اللي هي لوق الف سين. زائد الدال اللي هي لوق الف صاد. يبقى كده يا هندسة اثبتنا الخاصية رقم تلاتة وتدربنا عليها كمان. بعد كده عندي الخاصية الرابعة. لوق الف سين على صاد. فدي اسمها تتحول طرح. تبقى لوق الف سين نقص لوق الف سين صاد. وخب بالك اهو. ما تلاقي ليش انت بقى سين على صاد كده وتروح تحولي ده اسمها. غلط. ما تلاقي ليش طرح جوه اللغة رتمة وتروح تحولهولي اسمها. غلط. الخاصية واضحة ان لو الف لغة رتمة جوه حكتين تقسموا على بعض فده بيديني لغة رتمة البسط. نقص لغة رتمة المقام. اي ان كان العدل. فلو شفنا مسال عليها لتحقيق الفهم. لو قلنا لو اتنين خمسة سين تربيع او خمسة سين خليها سين على صاد او سين على اربعة او على الاتنين. فده هيساوي مش دول مقسمين? فيساوي لغة رتم اللي فوق ناقص لغة رتمل تحت. ولغة رتم اتنين اتنين بواحد من الخاص. بس كده. عني بس حاجة زي كده. لو سين سين صاد عين على او سين صاد على عين. فده لغة ها حكتين مقسمين. فيديني لو سين اللي فوق. يعني لو سين سين صاد. اللي هي تتوزع جمع. تبقى لو سين سين زائد لو سين صاد. ناقص لغة رتمل تحت. فيبقى دي واحد زائد لو سين صاد ناقص لو سين عين. ممتاز. طب عايزين نزبطها باب ما اننا هارينا فيها اثبات خاصة اربعة. دلوقتي هندسخ. لو احنا اه فرضنا ان السين او لو الف سين بالمسل بتساوي جين. ولو به صاد بتساوي دل او لو الف صاد قاسف بتساوي دل. من هنا يبقى سين بتساوي الف قس جين. وصاد بتساوي الف قس دل. لما نقسم سين على صاد. فده هيديني الف قس جين على الف قس دل. يعني الف قس جين مقص دل. فلما نحول المنظر ده للصورة اللغرة مية. يبقى لو الف سين على صاد. زي ما تعلمت الحصة اللي فاتب بيساوي جين نقص ده. يبقى لوو الف سين على صاد بيساوي جيم اللي هي لوو الف سين. نقص دال اللي هي لوو الف صاد. يبقى كده انا قدرت تزبط ان لو لغارتما حاكتين مقسومين بيتحول لغارتما اللي فوق نقص لغارتما اللي تحت. بعد كده عندي الخاصية الخمسة. لغارتما الف سين قص نون دي من خواص اللغارتمات القص ده بينزل انا بسميه زرابيو للتسهيل يعني حاجة كده انضطف بها مع بعض. يبقى نون لوو الف سين. خلاص من خلاص اللغارتمات ده بينزل. طب ايه الازبات? عشان نسههل على بعض هنعمل الازبات براقم. لوو الف سين قص خمسة. مش ده هو هو لوو الف سين في سين في سين في سين. فمش دي حاجات مضروبة كلهم جوه نفس اللغارتمة فده يتحول لوو الف سين زائد لوو الف سين زائد لوو الف سين زائد لوو الف سين. يعني خمسة منه. يبقى انا اقدر تثبت ان ده بيساوي خمسة لو الف سين. يعني اقدر تثبت ان القص بايه? بينزل. وبناء على له لو جيت قلت لك هاتني لو اتنين اربعة. طبما الاربعة دي من غير بقى ما عادة افكر اتنين قص كام تبديني اه اربعة طبما انا ممكن اعمل دي اتنين قص اتنين. ومن خلاص اللغرة مادة ينزل. ولو اتنين اتنين بواحد. ماشي يا بش مهندس? ممكن برضو لو قلت لك لو سين سين تكعيب بكام. هتقول لي والله بش مهندس ده من خواص اللغرة مادة ينزل. ولو سين سين بواحد. بس كده. خلاص بعدين نروح للستة لسه فاضل تلاتة. وبعدين هاللخصهم في الاخر. الخصية الساتة بش مهندسين ان لو صاد سين بيساوي لو الف سين على لو الف صاد لاي اساس. بس الاساسات تكون زي بعض. يعني دول يكونوا زي بعض شرط. يعني مسلا يعني لو اتنين تلاتة. انا دي ممكن اعملها لو تلاتة على لو اتنين لأي اساس عشرين عشرين. خمسين خمسين. خمسة خمسة عشرة عشرة براحتي. سين سين. اهو. مسلا قابلني حاجة زي كده. لو اتنين خمسة على لو اتنين سبعة. فدول اطبع عكس الخصية بق لغارت مات مقسومة لنفس الاساس. ما تحولش طرح. يبقى ده يديني لغارتن اتنين خمسة على سبعة. او اسف يديني. لغارتن سبعة تحت خمسة جوه. ماشي كده? سبعة تحت خمسة جوه. ماشي لسه هنحل كتير على الحاجات دي اصلا عشان انا ما انتغش من بعضين يعني. اثبات خصية سبتة. دلوقتي هندسها. انا عندي لو صاد سين هفرضها بعيد. اي حاجة يعني. يبقى منها سين بتساوي صاد والسعيد. وباغز لغارتن الطرفية. للاساس الف. هل ده يجوز? اه يجوز. لان هده اللي هو حدية عادي. يبقى ازا لو الف سين بيساوي لو الف صاد والسعيد. ومن خواص اللغة رتمات البرنس ده بينزي. يبقى ازا عين تساوي لو الف سين. او هنا عين. او لو الف سين هيساوي عين في لو الف صاد. هقسم على عشان اجيب عين. يبقى عين بتساوي هقسم على ده. تبقى لو الف سين على لو الف صاد. وعين من البداية هي اصلا لو صاد سين. يبقى ازا الخاصية سليمة او مش مهدس. يبقى الخاصية سليمة وتمام التمام. طيب عندي السبعة. وهي خاصية المعكوس الضربي ان لو صاد سين دي. اللي احنا لسه متكلمين عليها. هي هي واحد على لو سين صاد يعني. لو اتنين خمسة هي هي واحد على لو خمسة اتنين. من الاخر اللغة رتم بينزل تحت بمقلوبه او بيطلع فوق بمقلوبه. يعني مسلا لو قلت لك لو سبعة تلاتة هي هي واحد على لو تلاتة سبعة. طب لو قلت لك واحد على لو اتنين عشرة. يطلع فوق بمقلوبه. لو عشرة اتنين والعشرة ما تتكتبش. وهكزا. تمام يا رايز? الاسباب بتاع الخاصية دي. بتاع الخاصية دي. مش انا من شوية عارف ان لو صاد سين بتساوي لو سين على لو صاد. حلو. لو الف سين على لو الف صاد. ده اللي احنا عملنا من شوية. ولو سين صاد بتساوي لو الف صاد على لو الف سين. يعني اللي هنا ده بينزل فوق واللي تحت ده بينزل تحت يعني. ماشي زي الخاصية هي. في يبقى لو ضربنا الاتنين في بعض. لو صاد سين في لو سين صاد. لو ضربنا ده في ده يعني ضربنا المعادلة الاولى في التانية. فهيديني ده في ده بواحد. صح كده? يبقى منها لو صاد سين بتساوي واحد على لو سين صاد. ماشي? دول كده السبعة. التامنة. التامنة يا هندسة دي خاصية مش موجودة في المعاصر خبالك ولكن هو وسائل عليها. ان الف قص لغرتمة الف اي حاجة ولتكن سين بيساوي الحاجة. طب تعالنا نعمل لها ازبات. ازا فرضنا النصاد بتساوي الف قص لوه الف سين. وروحنا دلوقتي خدنا لغرتم الطرفين او حولنا دي للصورة اللغرتمية بسرعة. فيبقى القص بالصورة اللغرتمية بيساوي لغرتم الاساس الف صاد. او لو انت مش بتعف تعمل دي بسرعة خد لغرتم الطرفين اهو باخذ لغرتم الطرفين لاي اساس والانسب هنا هو الف. يبقى دي تبقى لوه الف صاد. بتساوي لوه الف الف قص لوه الف سين. هنزل دي من خواص اللغرتمات الزريبه وزا ما اتفقنا هو. يبقى لوه الف سين في لوه الف الف ولو الف بواحد. اصبح ان ده بيساوي ده اللي احنا وصلنا لها من بدري اصلا بس عملناها تاني عشان الناس الضعيفة. يبقى طالما لوغرتم ساوي لغرتم النفس الاساس يبقى اللي جوه بيساوي بعض. يعني الصاد اللي هي دي من البداية ما هي الا سين. يبقى مش دي الف قص لوه الف حاجة بالحاجة. اجيب لك اتنين قص لوه اتنين جاسي. هيديني جاسي. اجيب لك تسعة قص لوه تلاتة سين. هيديني سين لا. لان الاساس مش زي بعضه. بس انا ممكن التسعة عملها تلاتة قص اتنين. والقصص تتضرب في بعض. مش هي تبقى كده. تلاتة قص اتنين قص ده. والقصص تتضرب في بعض تبقى عاملة كده. ومن خواص اللغرتمات البرنس ده يطلع. والف قص لوه الف اي حاجة بيساوي الحاجة. خب لك من حاردة. يبقى ملخص التمن خاص. تمن اخوات دول هعملوا قلق في دمارك. الاولى سهلة ان لوه الف الف واحد. والتانية سهلة ان لو هنا واحد يبقى النبج من لغرتم صفر. والتالتة ان لو لغرتم جو حكتين او مجموعة حاجات يا عم مضروبة ايا كان عددهم. فده بيدي لغرتم الاول زائد التاني زائد التالت وهكزا. لو لغرتم حاجات مقسومة سين صاد على عين في نون مثلا فده هيتحول لغرتم الف سين زائد لغرتم الف صاد ناقص لغرتم الف عين ناقص لغرتم الف نون وهكزا على حسب بقى. الخمسة بش مهندسين ان لو سين صاد ده بيتحول للوه الف سين على لو الف اه قصدي اسف لو الف صاد على لو الف سين لاي اساس. وممكن دي يعني ادمج الخاصيتين الساعة والسابعة سوا. ماشي? يبقى واحد على لو الف. آآ سين صاد او واحد على مقلوب الخاصية. مقلوب ده يعني ينزله تحت بمقلوبه اللي هو صاد سين. فممكن دي نعملها كده نحولها لقسمه لغرتمين. اللغرتم الواحد نفكوا الاسمة لغارة مين او نقلبه واحد على ونقلب البتاعة اللي تحت دي. لو الف سين قص نون بيساوي نون لو الف سين. خد بالك دول دمج ستة وسبعة مع بعض. السبعة بقى اللي هي المفروض التم يعني لان الخمسة دي اتنين مع بعض. اه وهي ان الف قص لو الف اي حاجة بيساوي الحاجة. طبعا ده زربيو اخونا من خواص اللغارة مات بينزل زربيو زي ما انت شايف. شطرتك بقى وانت بتحلها باش مهندس الخواص دي تبقى جنبك والمفروض مع التدريب انت تتقنها. اه شطرتك وانت بتحل ان انت تبقى عارفة تطبق انا خاصية هي دي ربيضة بقى. ما حدش يجي يقول لك. انت اللي هتشتغل وانت اللي هتوصل لحاجة زي كده. تعال نشوف. نروح نحل امثلة بقى مع بعض يا رجالة. سيبك من المثال الاولانية بتح حاسبة الجب ده واحنا مش بتوع نس بتوع حاسبة يعني. خلينا نبدأ بالأسلة اللي فيها مجهيل. من مسال اربعة. بيقول لي اوجد في ابسط صورة كل من. له اتنين الجزر. السابع لاتنين وتلاتين. فحضرتك هتحل دي او هنحل دي باستخدام بص دي هتبقى اتنين قص خمسة. يعني انا هنا الجزر السابع لاتنين قص خمسة. اللي خلينا نعمل كده ان عايز ده بقى اتنين زي ده. يبقى له اتنين اتنين قص خمسة على السابعة. ومن خواص زر بيوها يبقى خمسة على سابعة له اتنين اتنين اللي هو خمسة على السابعة لان ده بواحد. نغارت ما حاجة ونفسها بواحد. يبقى دي النقطة الاولى في المثال الرابع. التانية بيقول لي واحد على له سين سين صادقيل. زائد واحد على لو صاد سين صادقيل. زائد واحد على له عين سين صادعين. بيساوي كان. ماشي. دي انا ممكن اطلعها فوق بمقلوب. يعني تبقى له سين صادعين سين. ودي نفس الشيء من الخاص التمانية اللي احنا كتبناهم ملخصناهم لك. زائد له سين صادعين عين. سلنا بقى. مش ده لغة رتم مش نفس الاساس? ولغة رتمات مجموعة لنفس الاساس. يبقدر عملهم لغة رتم واحد واضرب اللجوة بضعط. عكس الخاصية ما هو دي لو جت لك هتفكها اللغة رتم ده سين. زائد لغة رتم ده صاد زائد لغة رتم ده. يعني انت انا عملت عكس الخاصية ولغة رتم حاجة ونفسها بواحدة مش مهد. ماشي? بعدين عندي السؤال المثال الخامس. مثال خمسة بيقول لي اوجد قيمة سين لارة برقمين. خمسة قس سين بسبعتاشر. بص هندسة دي معادلة قسية لان القس في مجهود. فاحنا عارفين دي معادلة قسية. فعشان نحلها بنخلي الاساس يساوي الاساس او القس يساوي القس. وانا مش هقدر اعمل كده. ليه? ليه مش هقدر اعمل كده? عشان خاطر السبعتاشر دي مش هتبقى خمسة قس حاجة. وحتى لو انا معرفهاش. يعني مسلا هتبقى خمسة قس اه مسلا يعني اه واحد وسبعة من عشرة. اكيد انا مش هبقى عارف ده. فدي نحلها باستخدام الصورة اللغراتمية. بان احنا ان القس بيساوي احولها للغراتمية على طول. لغراتم خمسة سبعتاشر. واروح على الال احسب لغراتم خمسة سبعتاشر ده. هيطلع بيساوي واحد وواحد وسبعة او صد ده اطلع هتوحي بساوي بجد بانا كنت هبقى ده يعني. ايه واحد وستة وسبعين. ماشي? ولو انت بتوه في تحويل القسس لللغراتمات ممكن تحل دي باخذ لغراتم الطرفين ده اسهلك. لأي اساس وليكن الاساس خمسة احسن لي يعني. يبقى له خمسة خمسة قس سين بيساوي له خمسة سبعة. من خاص اللغراتمات السين تنزل يديني سين له خمسة خمسة. والبرنس ده بواحد ولا دي سبعتاشر. فيبقى سين بتساوي له خمسة سبعتاشر. وشكرا يعني. بس جدا. هي هي لو انت بتوها. تاني سؤال بيقول لي اتنين قس سين نقص واحد بيساوي سبعة. عايزين نحل المعادلة دي. دي معادلة قسية. معرفش حلا بشغل القسس لان السبعة معرفش هتنين قس كاب. فهدخل لغراتم الطرفين لغراتم للاساس اتنين. يبقى له اتنين اتنين قس سين نقص واحد بيساوي له اتنين سبعة. ومن خاص اللغراتمات البرنس ده ينزل. يبقى سين نقص واحد مضروبة في له اتنين اتنين. بيساوي له اتنين سبعة. دي بواحد. تروح تحسب انت له اتنين سبعة دي على الالة. تحسب له اتنين سبعة على الالة. هتطلع لك. انا مش عايف تقريبا انا هتطلع باتنين واحد وتمانين من مية. يبقى سين هتساوي واحد زائد الرقم ده يعني بالتقريب تلاتة واحد وتمانين من مية. المسال التالت بيقول لي خمسة قس سين زائد واحد بيساوي اتنين قس اربعة سين نقص تلاتة. معادلة قسية بس ولا هتعرف تخلي الاساس زي الاساس ولا الاس زي الاس. يبقى دخل لغراتم الطرفين على طول. للاساس كام? يعني هنا للاساس خمسة للاساس اتنين هيبقى فيه اختلاف فممكن ندخل الاساس عشرة مثلا. يبقى لو عشرة خمسة قس سين زائد واحد بيساوي لو عشرة اتنين قس اربعة سين نقص تلاتة. ومن خاص اللغرات مات اخونا ده ينزل او بلاش عشرة خلينا نقول ماشي. يبقى هنا سين زائد واحد لو خمسة بيساوي اربعة سين نقص تلاتة لو اتنين. هنقسم على ده يبقى سين زائد واحد على اربعة سين نقص تلاتة بيساوي لو اتنين على لو خمسة. ممكن احسب ديه على الالة او كمراجعة مش دول لغارة مين مقسومين لنفس الاساس فممكن احولهم لغارة اتنين خمسة كده. واحسب ديه على الالة. له خمسة اتنين ده باش موانسين لما نحسبها هتطلع هتطلع بتلاتة واربعين من مية تقريبا يعني. يبقى سين زياد واحد على اربعة سين نقص تلاتة بيساوي تلاتة واربعين من مية. اروح بقى انا حل المعادلة دي بالمقصات. فيبقى سين زياد واحد نضرب ده اربعة. فتبقى واحد واثنين وسبعين من مية سين نقص نضرب تلاتة واربعين من مية دي. في اه تلاتة. مقصات يعني ده بيساوي ده فتطلع بتساوي واحد واثنين 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 عشرين من مية. هودي السين وادخل الرقم ده. فيبقى اتنين وسبعين من مية سين. باتنين وتسعة وعشرين من مية. يبقى سينة تساوي اتنين وتسعة وعشرين. فتطلع بتلاتة وتمانتشر من مية تقريبا. وكان ممكن من البداية تعمل حل تاني يعني. ان سيادتك مسلا. بعد ما نزلت او حل اخر. بعد ما وصلت للنقطة دي ودخلت له غريتنا الطرفين عشان مش هافه حل. وجيت هنا فاضرب سين هنا يبقى سين لو خمسة. زاد واحد في لو خمسة بلو خمسة. واربع سين في لو اتنين. ناقص تلاتة لو اتنين. وخلي السينات في طرف والارقام في طرف. يبقى اربع سين لو اتنين نقص سين لو خمسة بيساوي لو خمسة زائد تلاتة لو اتنين. واخد من هنا السين مشترب يتبقى اربعة لو اتنين نقص لو خمسة بيساوي لو خمسة زائد تلاتة لو اتنين. ماشا رايز? يبقى سين بتساوي آآ هقسم بقى على ده. ولما تروح تعمل الاسم دي على القلط هنعملها سواهو. لو خمسة ناقص لو ناقص تلاتة لو اتنين. على اربعة لو اتنين. ناقص لو خمسة. فتطلع بتساوي تلاتة وطمانتاشر من ناقص. فبقى كده السؤال رقم كام? رقم تلاتة في الفقرة دي. بعد يجينا عندي السؤال الرابع في نفس الفقرة. عايز يحل المعادلة خمسة اسسين ناقص اتنين بتساوي تلاتة فاربعة اسسين زياد واحدة. فمش تفتح لها بشغل الاسس. فهتحلها بانك تاخد لغارتما الطرفين لاي اساس على فكرة. يعني مثلا هنقول لو عشرة. هيساوي لو عشرة الطرف ده كله. خب بالك من هنا. انك بتدخل لغارتما على الطرفين كلهم. فدي هتنزل. تبقى سين ناقص اتنين لغارتما خمسة. وهنا دول مضروبين فمن خواص اللغارتما تتفكر لو الاول زائد لو التاني. لسه ما تبسطتش. يبقى سين ناقص اتنين لو خمسة. وده هينزل من خواص اللغارتما فيبقى سين زائد واحد في لو اربعة. تاخد بالك بقى. يبقى سين لو خمسة ناقص اتنين لو خمسة? سوي لو تلات زائد سين لو اربعة. زائد لو اربعة. فهدخل السين في طرف وطلع الارقام. يبقى سين لو خمسة ناقص سين لو اربعة. بيساوي آآ بيساوي آآ لو تلاتة زائد لو اربعة زائد اتنين لو خمسة. هناخد من هنا السين مشترك. ونقسم على اللي جنبها يبقى سين بتساوي انجز يعني. على لو خمسة ناقص لو اربعة. فتطلع ان الحزبة دي بتساوي خمسة وعشرين وشوي. يبقى اللغة مدفاديتك جدا في حل المعادلات القصية اللي انت مكنش طعب تحلها قبل كده. خباك انت ممكن تحل كل المعادلات القصية زي كده. يعني ممكن ما تشغلش بالك هي التمانية اتنين والس كام والكلام الفاضي ده. والخمس بقى انت حله. في بس ملحوظة هنا بتقولك ان لو قلنا مسلا لو سين لاي اساس هنا. سين قص عدد زوجي. فاحنا عارفين ده بينزل. بس لو كان العدد ده زوجي يسيب جواه من القياس. ليه? بصوا. لو انا قلت لو غريتن مسلا خمسة سينتر اي حاجة يسيبك من اللي هنا ده الف. فالحجة دي الحجة دي اللي اتنين هتنزل. ماشي. بس خب بالك بقى لازم تسيب مكانها من القياس. ليه? لان مجال الدلة دي باش مهندس. الدلة دي مجالها هو حاهم عدد صفر. فلو انت نزلت اللغة رتمه ومحطتش هنا مقياس. فمجالها هيتغير هيبقى حق. فدي كارس. هيبقى قصدي اسف حال موجبة. لكن انا عايز مجالها يبقى حاهم عدد صفر. يبقى تاني. لما تنزل البرنس ده. اللي احنا عارفين احنا بنزل يبقى ولا. واللي جوه هنا او القص ده كان زوجي. حط مقياس على اللجوه. كمسين قص اربعة. كمسين قص اتنين. وهنا نون ايه? زوجي. وخب بالك من حاجات دي. عشان ما تغيرش المعنى بتاع المعادلة. ما تغيرش مجالها يعني. نشوف المثال الثالث يا شباب. المثال الستة بيقول لي اوجد فيها مجموعة حل المعادلات القتائية. طيب. بص يا هندسة. اول معادلة. هي اه اتنين لو سين. ناقص لو سين زايد اتنين. يساوي صفر. بص على شمال. انا ممكن احلها بالنما اود دي بعكس الاشارة. فيبقى اتنين لو سين بيساوي لو سين زايد اتنين. وانا عارف ان لو غارتما بص لو لغارتما الف سين بيساوي لغارتما الف صاد فده معنا ان سين بساوي صاد. فانا عايز دي تبقى لغارتما حاجة فعايز اخلص من الاتنين فهرفعها هنا من الخاص. بقى لغارتما من نفس الاساس دلة بيساوي لغارتما الدلة التانية. بل جوا بيساوي بعض. ماشي? دخل بعكس الاشارة بحل. فيديني ان سين مرة بسالب واحد وسين باتنين. ده تمام ما فيوش مشكلة لان لو عوضت عن سين هنا باتنين تمام ولو عوضت هنا عن سين باتنين هيديني موجب. لكن لو عوضت هنا عن سين بسالب واحد هيبواز للدنيا. هتقولي طب ما احنا رفعنا الباتنين هقولك يا باش مهندس احنا بنشتغل على الشكل الاساسي. بالتعويض في الشكل الاساسي لا يا جوز. ده كده نقطة. يبقى مجموعة الحل هنا اتنين بس. وممكن كنت اعمل حاجة تانية من البداية. مش من البداية اتنين لو سين ناقص لو سين زائد اتنين بيساوي صفر. وارفع ده يبقى لو سين تربيع ناقص لو سين زائد اتنين بيساوي صفر. لغة ناقص لغة من نفس الاساسي. فممكن اعمله لغة مواحد اسم الدول. عشان تتدرب على الخواص. يبقى من هنا اللي جوه لو غارت. بيساوي عشرة قص صفر اللي هو واحد. مقصات بقى يبقى سين تربيع بتساوي سين زائد اتنين وتوصل من نفس الشيء. ممكن ده تعمل وده تعمل. السؤال التاني باش مهندس بيقول لي لو سين تربيع بتساوي لو اربعة زائدلو تسعة. فمبدئيا دول لغة مين مجموعين اللي ممكن اعملهم على الالة. دول لغة مين مجموعين لنفس الاساس. فانا ممكن اعملهم لغة ضرب دول. يعني ستة وثلاثين. حلو. هنا الاساس سوا الاساس. يبقى اللي جوه بيساوي اللي جوه. يبقى سين هتساوي موجب او سالب ستة. هل الاتنين ينفعوا? الاتنين ينفعوا. طيب ممكن نعمل حاجة تانية. ان باش مهندس انت مسلا من البداية روح تمنزل لها. تحط مقياس عشان خاطر هنا القص زوجي. ودي هتبقى له ستة وثلاثين. خلاص? آآ هنيسم على الاتنين. فهتحسب دي عالقة لو شوفها تطلع كام. ماشي. من غير ما يحسبها. هو الراجل عمل حركة صائعة. ان له ستة وثلاثين دي. ممكن يعملها لو ستة قصة اتنين فالاتنين تنزل فدي تروح مع دي. يبقى له عشرة مقياس سين او له مقياس سين بيساوي له ستة فيبقى مقياس سين بستة يعني سين بموجب او سين بستة. او بس كل الفكرة ما تنساش المقياس يا هندس. السؤال التالت. دي يقول لي حل المعادلة دي. لو اتنين سين. زاد لو اتنين سين مقاس اتنين على ما اعتقد. بيساوي تلاتة. فعشان نحل المعادلة دي هندسة فاللغارتما دي لو قدرت اخليهم لغارتما واحد فده جميل. لغارتما زي اللغارتما من نفس الاساس فاتطبع الخاصية يحولهم للغارتما حاجتين مضربين. سين. في سين نقص اتنين. بيساوي تلاتة. ممكن اخليلك دي لغارتما حاجة. يعني دي تبقى لغارتما اتنين تلاتة قص اتنين اللي هي تسعة يعني. صح هي هي. لان تلاتة قص اتنين اولا لغارتما اتنين تمانية. عشان دي تبقى اتنين او اتنين قص تلاتة وتنزل تديني تلاتة. يعني دي هي هي دي. فمنها هيبقى سين بتساوي او سين في سين مقص اتنين بتساوي تمانية. وممكن نكمل بداية ان انا اعمل كده. ان اللي جوا ده بيساوي ده قص ده واوصل للتمانية عادي جدا. فيبقى سين تربيع نقص اتنين سين مقص تمانية بصفر واحل دي تطلع لسين باربعة. وسين بسالب اتنين. سالب اتنين ما تنفعش طبعا. لكن الاربعة تنفع عادي. يبقى مجموعة الحل الاربعة.